للتعليق على اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني ينضم إلينا عبر سكايد من لندن الأكاديمي الفلسطيني الدكتور مكرم خوري دكتور مكرم بداية أهلا بك هل كان إعلان دولة الإمارات العربية والكيان الصهيوني على الطرف المقابل عن تطبيع علاقاتهما؟ هل كان مفاجأة غير متوقعة للمراقبين برأيك؟ لأجل الأمانة لكل من يراقب الأحداث والتطور في العلاقات الدولية بين الدول المختلفة في الشرق الأوسط قد لا يتفاجأ من هذا الحدث وإن كان وقعه كبير ومؤثر ومحزن للفلسطينيين بشكل خاص ولكن هذه العلاقات ليست بنت الساعة ولم تتطور خلال أسابيع وإنما خلال مدة طويلة على الأقل خلال سنوات إذ كانت هناك علاقات مقدمة لهذا الإعلان منها كان زيارات متبادلة والمشاركة في مؤتمرات وعلاقات تجارية وفتح مكاتب وطائرات وإلى آخره إذ أن الموضوع كان عملية تصاعدية تدرجية وإن كان الإعلان عن الحدث حمل شيئا من الصخب الإعلامي دكتور مكرم بحسب تقديركم الشخصي ما الذي يمكن أن تغيره العلاقات الجديدة بين دولة مثل الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني في مسار الصراع العربي الإسرائيلي وبالأساس الخروج عن عدة ثوابت في العالم العربي قد تكون مؤثرة سلبا على عدة أمور صحيح أنه كانت هناك اتفاقية بين تل أبيب ومصر معاهدة كامب ديفيد في 78 وصحيح أنه بعدها كانت اتفاقية العربة بين الأردن وتل أبيب في 94 ولكن منذ ربع قرن لم يشهد العالم العربي أي تحرك رسميا على الأقل بين تل أبيب وأي دولة عربية ومنذ أن تم إطلاق مبادرة السلام العربية في بيروت عام 2002 والقول أنه لا يمكن التطبيع مع تل أبيب إلا إذا قامت تل أبيب بالاتفاق مع الفلسطينيين على إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 فلن يكون هناك أي تقدم وما فعلته الإمارات هو بصراحة يعني ضربت بعرض الحائط هذا المقترح السلام العربي وبذلك تكون قد كسرت نوع من الصمت ومن الصمود العربي وإن كان نوعا ما غير ثابت وغير متباسك دكتور مكرم بحسب قراءتكم للواقع الحالي هل هذه العلاقة مع الكيان الصيوني؟ هل ستوظف من قبل الإمارات العربية للحصول على الحقوق الفلسطينية وتعزيز الموقف العربي؟ كما تقول الحكومة الإماراتية هم يقولون كذلك ولكن لا أعتقد أنه في العلاقات الدولية ممكن أصلا الاعتماد على الآمال إذا ما قامت دولة معينة بعقد اتفاقية فيجب أن تكون شروط في هذه الاتفاقية تضمن للشعب الفلسطيني حقه ولطالما لا توجد أو لا تتوفر هذه الشروط فتبقى هذه الكلمات أو التصريحات عبارة عن أوهام في الهواء إلا إذا جاء الآن شخص معين وقال لنا أنظروا أنه في الاتفاق ما بين أبو ظبي وتل أبيب توجد هذه الشروط ونتنياهو ألغى مشروع الضم وسينهي الاحتلال وستقوم الدولة الفلسطينية أشك أن يكون ذلك ولذلك أعتقد أن هذه المسألة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار أن الفلسطينيين لن يستفيدوا من هذه الاتفاقية بهذا التصابق الفردي كما ترى دكتور مكرم من قبل الدولة العربية على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ألا يعني أن المبادرة العربية التي تقدمت بها السعودية في مؤتمر القمة في بيروت عام 2002 أصبحت بحكم الميتة يعني بالتأكيد فهذه الاتفاقية التي قامت بعقدها الإمارات بأقل حال فقد تم طعن خنجر في رئتين هذه المبادرة ولا أعتقد أنه من الممكن أصلا إنقاذها إذ أن إذا كان مركبا أساسيا من الخليج قد قام بهذا الدور وبالتحديد أن هذا هذا المركب أي دولة الإمارات هي حليفة للسعودية صاحبة المبادرة فقد تصعب على المبادرة الصمود أصلا إذا ما كان مركبا أساسيا قد قام بطعنها من لندن كنت معنا عبر سكايب الأكاديمي الفلسطيني الدكتور مكرم مأخوري شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر